أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين خلينا نبدأ فقراتنا أو أخبرنا النهاردة تفاصيل اجتماع المكتب التنفيذي للنادي الأهلي عقد المكتب التنفيذي للنادي الأهلي برئاسة سيدة العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي اجتماعاً مطولاً أمس بفرع مدينة نصر في حضور كل من المهندس خالد مرتجي أمين السندوق والدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي وأمين سر اللجنة ناقش المكتب التنفيذي العديد من الأمور الخاصة بقطاعات النادي المختلفة وأوصى بعدد من التوصيات على النحو التالي الموافقة على طلب جهاز السباحة باستمرار عمل المدارس بالمنطقة الترفيهية بفرع النادي بمدينة نصر والبدء في عملية تدفئة المياه في ضوء الدراسة المقدمة من مدير المنطقة الشراء برجي كرة سلة بالصالة المغطى الموافقة على إقامة الحفل السنوي السادس لأكاديمية البالي والذي سيقام بدار الأبرى المصرية واعتماد الميزانية المخصصة للحفل الموافقة على تكليف المكتب الاستشاري الهندسي صبور بعمل المواصفات الفنية لتغيير أرضية ملاعب كرة اليد بمقر النادي بالجزيرة أيضا الموافقة على الممارسة الخاصة بشراء الأدوات المطلوبة من جهاز الكرة الطائرة رجال وسيدات الموافقة على صفر مدربة السباحة عزيزة محمود محمد إلى كندا لحضور الدورة التدريبية للاتحاد الدولي للسباحة الموافقة على أعمال تغيير كابلات الانترنت بالصالات الجديدة بفرع النادي بالشيغزاية الحقيقة هذه القرارات قرارات هتقول لي عم قرار أو يعني توصيات هامة جدا سيتم طبعا عرضها على مجلس إدارة النادي الأهل إن شاء الله في أول اجتماع قادم والحقيقة اللي بيحصل في النادي الأهل زي ما حضرتك شايف كده عندنا أقرة قدم وعندنا وعندنا ولكن في السلة أديك شايف إيه اللي بيحصل في الطائرة إيه اللي بيحصل الأدوات اللي بيتم طلبها من الجهاز الفني واللعابين بنجيبها الصالة الهند بول اتقال عليها شوية حاجات الفترة اللي فاتت هتتغير الأرضية بتاعتها كلها إن شاء الله بعد موافقة مجلس الإدارة خلال اجتماعه القادم حاجات كتيرة جدا بيتم عملها بتثق للمدربين بتوعك من خلال وجودهم في دورات تدريبية في البلاد الأوروبية وفي كندا زي ما حضرتكو شايفين هندفي أو سيتم تدفئة مياه الحمامات السباحة خلال الفترة القادمة إن شاء الله بعد عمل الدراسة لهذا الأمر وبالتالي كل ما يحدث داخل النادي الأهلي بيدعوه للتفاؤل زي ما حضرتك شايف آه بنحرف في الكرة وبنحرف هنا وبنحرف هنا وبنحرف هنا ولكن في النهاية أعضاء الجامعية العمومية اللي موجودين وأعضاء الجامعية العامة في النادي الأهلي دائما عايزين يشوفوا النادي الأهلي في أفضل حال عايزين يشوفوا البنية التحتية اللي موجودة في النادي الأهلي مختلفة في فرع الشيخ زايد بيتم تغيير الكابلات الخاصة بالإنترنت علشان تبقى وحضرتك قاعد مستليح في كل الأمور كل الأمور إن شاء الله بيتم حلها علشان تبقى الفترة القادمة فترة ازدهار رياضي ومن الناحية الإنشائية زي ما كانت خلال الفترات الأخيرة